بمناسبة الفساد وبمناسبة محاربة الفساد لدينا جهات في مصر بتحارب الفساد منهم أقدم أو من أقدم الجهات القضائية هيئة النيابة الإدارية هذه الهيئة المؤقرة التي بالفعل لها باع في محكافحة الفساد الإداري بكافة أنواعه سواء كان مالي أو إداري في الحقيقة وبمناسبة التعدادات الدستورية والمجال مفتوح والاختراحات مفروضة أنها مفتوحة ودي رسالتنا للبرلمانيين أولاً أنتوا تأخرتوا كتير قوي علينا في إصدار قانون المكمل للدستور بعد تعديلات اختصاصات هيئة النيابة الإدارية أوضح لحضراتك بالراحة عشان الكلام الكبير ده دستور 2012 اللي تم تعديل اختصاصات هيئة النيابة الإدارية بعد ما كانت هيئة النيابة الإدارية توصي بالجزاء أصبح لها الحق في إعطاء الجزاء المباشر وده أمر جيد وجيد للغاية لأن هذه الهيئة بالفعل من أهم الهيئات التي تكافح الفساد الإداري في بلدنا إضافة للرقابة الإدارية طبعاً طيب إيه اللي أنت عايزه من التعديلات الدستورية؟ نتمنى نتمنى أن يكون حق المحاكمة التأديبية للنيابة الإدارية ليه؟ وهو مع مين دلوقتي؟ هو دلوقتي مع القضاء الإدارية مع مجلس الدولة مجلس الدولة دوره واختصاصاته هو التصدي للقرارات الإدارية اللي بتصدر من قيادات وزراء كانوا محافظين مستواهم نواب وزراء ونواب محافظين وما إلى ذلك طب النيابة الإدارية اختصاصها إيه؟ اختصاصها حضرتك الموظف الكبير والصغير دايماً بنضرب مثل في هذا البرنامج أن الموظفين الصغيرين الفاسدين هم سوس ينخر في جسد هذا الوطن اللي بتصدى لهذا السوس وبحق هيئة النيابة الإدارية اللي لها من دنا كل احترام والتقدير على ما تقدمه لمكافحة هذا السوس وهذا الفساد مع ملاحظة برضو يعني أن العدالة البطيئة ظلم أحياناً في أضايا بتاخد سنين في النيابة الإدارية يعني مثلاً على سبيل المثال قصة الأخصائيتين اللي انتوا عارفينهم المشهورين أوي أشهر أخصائيتين في مصر اللي واحدة منهم بتحرد الأولاد على البنات لعمل علاقات خارج الأعراف وده بنص التقرير الشؤون القانونية بالمدرية التعليمية والتانية بتحرد ضد الدولة وبتحرد على عدد دفع المصروفات وغيرها تخيل حضرتك أن دول لازالوا إلى الآن بعد صدور هذا القرار في العملية التعليمية ولهم احتكاك مع الطلبة؟ هل يرضي ميابة الإدارية هذا الأمر؟ منهم واحدة منتدبة من إحدى المحافظات؟ والتانية درجاتها الوظيفية طبعاً لسه صغيرة وبتعمل كل البلاوي والمبيقات اللي حضرتكوا شايفينها فالعدلة البطيئة ظلم يعني مجرد وجود دول إلى الآن ده في حد ذاته يدعونا إلى عدم الرضا ليه؟ ليه ناس تم إثبات عليهم هذه الإشكاليات وهذه المشكلات وهذه المخالفات لسه موجودين في العملية التعليمية؟ نرجع تاني يبقى مجلس الدولة دوره التصدي للقرارات الإدارية للقرار الإداري أنا ممكن موظف في وزارة ما الوزير يصدر قرار أو يصدر قرار أنا ممكن أشوف أن أنا تضررت من هذا القرار فورا أروح على مجلس الدولة وارفع قرار ممكن أكون في منصب قيادي مثلا في الوزارة في الوزير شالني من القيادة بتاعتي أروح عطعا على قرار الوزير اللي لم يكن له حاسيات قانونية مجلس الدولة بيحكم لي بالعدل فإن لو أنا بقى موظف فاسد مين اللي مفروض يتصدق لي اللي هو في حال التماس معايا اللي بيرقبني وبيقاوم أدائي هيئة النيابة الإدارية هي أضرب السوسي اللي بينخر هي أضرب ده لما يتحول لمحاكمة تأدبية حيثياتي إيه وعمل إيه من المخالفات المدونة والمقيدة ضمن القوانين وقالون الخدمة المدنية تحديدا بعد تعديلاته والدوريات المعينة والكتب الدورية والقرارات الإدارية المنظمة للعمل يبقى زي ما بيقولوا اللي على احتكاك مباشر هو اللي يعمل عمليات المحاكمة التأدبية ثانيا إنه هو صاحب الإحالة النيابة الإدارية نرجو من حضرتكو يا نواب الأغذ في الاعتبار لهذه التعديلات وأيضا قبل ما تنتهي الدورة البرلمانية الأخيرة اللي احنا فيها تقريبا إصدار قانون أو تعديلات قانون هيئة النيابة الإدارية بعد التعديلات الدستورية للدستور 2012 و2014 ده قانون مهم لماذا سقط سهوا من حضرتكو؟ هيئة النيابة الإدارية هيئة عريقة هيئة تحتاج منا جميعا التكاتف وما وقعت هيئة النيابة الإدارية على فساد قط وغطت عليه إلا وكانت تصدي الحاسم دي رسالتنا لنوابنا اللي موجودين أو للنواب يعني خلينا أقول اللي موجودين من أعضاء مجلس النواب تحت القمة من مجلس النواب أو من هيئة النيابة الإدارية لمستشفى زايد قال نهياني اللي كنا تكلمنا عنها في حلقات سابقة وعرضنا فيها ملفات انفرضنا طبعا بيها